بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اخواني انتمنى الجميع يكون بخير وعلى خير وبصحة جيدة. انا جينا يعني اه لحقت يعني اه الموقع اللي كنا نستنى فيه جميعا عن المقابلة المصيرية التي تجمع ما بين المنتخب الوطني الجزائري ونظر المنتخب الكاميروني. يعني سنين عها منذ يعني اشهر. حبينا نتكلموا على هذه المباراة. يعني يشوف ما يشح نتكلموا على الجانب التقني ولا الفني ولا اختيارات ناخب الوطني جبل بالمواضي راليست شكون جاب شكون ما جابش يعني هذه الامور تخص المدرب والناخب تخص جمال بالمواضي يعني هو اللي روى على رأس المنتخب الجزائري. وهو اللي يعلم جيد المنتخب الجزائري. فبالتالي اوح يدير يعني اختيارات يعني وش قلنا على حساب وش شاف وش حلل من يعني اه منذ دورات افريقيا. شاف وش ما مشاش شاف اللاعبين يعني اللي ربما ما قدموش مش كان يسنة منهم. وبالتالي يعني ما نقدروش نتكلموا في امور يعني اللي خريطنا. هاد يعني الجانب الفنين خليوه للكوتش ولا اهل اختصاص يعني ليراهم يعني اه فوق الميادين. احب بينا بك نتكلموا على هكذا يعني بالاختصار شديد نسيوا نحضروا على هاد المقابلة و وكيفاش رانا نشوفوا فيها يعني بكل صراحة يعني جاي بعيدة على العاطفة يعني نتكلموا بطريقة يعني كم يقول لك نكونوا لوجيك لوجيك يعني ما نجوش نمتحوا المنتخب الوطني الجزائري ولا نبيعوا الاوهام يعني نحضروا شكاين يعني الاشياء كمناصرين يعني نقدروا لي نتبعوا يعني اه امور دعا كرة القادمة خاصة المنتخب الوطني نقدروا يعني تكون علينا عقدك فكرة لعلك تكون قريبة ربما تكون بعيدة على عمر الواقع. نبدأ على باركة الله يعني في البداية النقطة المشتركة بين الفريقين هو انه كلا من منهما يعني منتخب الوطني الجزائري والكاميروني خرجوا مكاس ام افريقيا يعني بخيبة امل يعني قاسية والله القاسية قاسية جدا يعني المنتخب الوطني الجزائري نقدروا نعتبره في بداية كنا مرشحينه يعني كان المرشح الاول خاصة ان هذا هو الدورة 2019 وكانت عندنا هذيك سلسلة بدون هزيمة صراحة كان عندنا يعني منتخب قوي يعني راهي يعني جميع الخطوط واما بالنسبة للمنتخب الكاميروني بكونه يعني البلد المنظم للدورة فبالتالي قال جماعير وكان يعني متابعين يتبعوا يعني كوبدافري كانوا يسنوا بلي الكاميروني رحت يعني كفينال يعني منتخب وطني الجزائري والكاميروني كانوا يعني ترشحين باش يكونوا يعني في ناريسي ومال افضل المنتخبات فبالتالي فقال جماعير تستسواتي على المنتخب الوطني الجزائري والكاميروني يعني كانت عندهم خيبة امل رهيبة يعني مناصرين يعني 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 مكانوش راضين فبالتالي أنا متأكدين ان المنتخب الوطني الجزائري والمنتخب الكاميروني امراحين يديروا المكسيموم مجهود كبير 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 يعني عادة يعني اعتبار يعني يعني خاصة بالنسبة لمتابعين تحب ومحبينهم فحتكون يعني اعتقد أنا حين المباراتين حين نشوفوهم سواء في الكاميرون او في الجزائر حتكون لنا في المستوى ولعبين حين يلعبوا يعني مبارة العمر فكان نقطع ايضا مهمة من جانب يعني مناصرين محبين منتخب الوطني يعني حتى احنا يعني حتى بعد خروج منتخب الجزائري يعني مبكر يعني كانت عندنا خلجة مبكرة من الدورة وكان يعني نتائج سيئة ورغم ذلك يعني احنا شفنا باليحنا ليسي بورثير المتابعين حتى بعض الصحفيين يعني يعني يشجعوا في الناخب الوطني الجزائري بقاوي طلعوا له في المعنويات قاعدنا يعني اوفياء بالرغم يعني وش عشنا يعني هذه الخسارة القاسية ولكن احنا يعني عاودنا يعني طبعنا يعني المتاقب بتاعنا ووقفنا معاه خاصة اننا عنا بنا بلا احنا عاودنا نلعبوا مرة اخرى في الكاميرون ونحن نلعبوا مبارات مصرية يعني حاكسنا باش نروحوا فبالتاني المناثر جزائري كان لازم عليه يوقف مع المنتخب ويوقف مع الناخب الوطني الجزائري يعني ما وش الشخص بالماضي او فلان ولا فلان يعني على حسب المنصب لو حاكمه يعني لازم ايدوا لازم توقف معاه فبكل صراحة احنا شوف مش نقدروا نستنجوم الدورة اللي شفنا هتعكب بضافريك شفنا بالي منتخب الكاميروني احد كنا عدنا احنا معاه يعني شوية صعوبات صراحة انها المقابلة هتكون شوية معقدة نقولها بكل صراحة يعني المشاهدين منتخب الكاميروني كان من اقوى المنتخبات في الدورة يعني اللي شناع كان عنده اقوى هجوم كان عندهم ايضا افضل هداف الدورة ولعبوا الدورة يعني بدون اي خسارة حتى النصف النهائي يعني يعني قسروا يعني مع معصر ضربة الترجيح بالتالي قد من قلوب للمنتخب القواني الكاميروني منتخب قوي جدا وايضا زدنا شفنا نقطة ثانية يعني شفنا ايضا من امتع المقابلة اللي شفنا في هذه الدورة يعني زراحة ان كوبدافريك 2022 كانت مملة شوية ولكن مباراة التي كانت الجماعة ما بين المنتخب الكاميروني وبركي نافاسو يعني باش يلعبوا على المرتبة الثالثة شهدنا من امتع المباراة وشفنا ايضا قوة تعرض ادفاع المنتخب الكاميروني انه كانوا خسرين بالثلاثة واستطاعوا لعودة في النتيجة وهذه نقطة مهمة يعني يعني كنت يوفروا مونطان كما هدي يعني تخليك تفهم ان هاد المنتخبات التفاريخ الكاميروني يعني يستطيع التسجيل في اي لحظة من المباراة يعني عندهم المونطان باش يوليوا هدي نقطة مهمة جدا هدي ربما جمل بالماضي كون يعني يحمق عليها شاب اللي المنتخب الكاميروني يلعب حتى دقيقا لاخرار ومن بين ايضا وشفنا يعني في المنتخب الكاميروني من بين يعني نقاط ضعفة هذا المنتخب هي المنظومة الدفاعية لي كانت شوية فرجية يعني يعني ما عندمش منظومة دفاعية كانت مئة بالمئة يعني في المستوى نقدر نقول ان المنتخب الوطني الجزائري ومنتخب الكاميروني عندهم يعني مستوى متقارب يعني متقارب بزاف ولكن نوع ما عندنا شوية افضلية للمنتخب وطني الجزائري من ناحية يعني يعني اللاعبين يعني كيشوفوا اللاعبين في قائل ماركز القبل يعني عندنا شوى بزاف وعدنا لعبين في مستوى كبير يعني في جميع الخطوط هذه تعطينا اولوية يعني سيروبابية على الورق بالاما بالنسبة للمنتخب الكاميروني عندهم يعني زوج لعبين متميزين بزاف يعني مقارنة من الخطوط الوطني الجزائري حاليا في الوقت الحالية يعني شوفوا يعني المهاجم الصالح تاحب ابو بكر والحارس المرمى تاحب يعني نقدر نقولوا راه شوية خير من رئيس مبولحي بكل صراحة نقولوها يعني انا قلت لك نتكلم معك بصراحة يعني ما نطبل لك موالو يعني مبولحي يعني سنوات هادو من الاخير القليل شوية نقص المستوى التاعو نقص جنو علمه المنتخب الكاميروني عندهم يعني عندهم حارس مرمى في المستوى يعني كاعدهم شوف قطاكو ابو بكر والحارس تاحب شوية اخر منا اما بالنسبة للمراكز الاخرين احنا نخرمنهم بل بزاف وعدنا يعني شوية بل بزاف بعم انا قلنا ما نحن نحكو بزاف على الجانب الفني والتقني يعني اذا قد شوف انا وش جراف الكاميرون كانت فيه يعني امور حكي عليهم الكوتش على قبلنا بلي كانت امور يعني بعيدة على التقنية والفني كانوا يعني معناويات ما كانش يعني في المستوى كان بالك التنظيم ما كانش في المستوى يعني وهذا ما يلخصلكش بكل صراحة ما يعطيلكش يعني قد ننى وجهة على المنتخب وطني جزائري تاعو مئة بالمئة ما الشي هذا هو المستوى على المنتخب يعني احنا نعرفه المنتخب من المستحيل تقول لي انتا يا فريق كان يلعب يعني بشعل امور ثلاثين مقابلة او لا بدون اي هزيمة يعني هكذاك من الليلة الخدها المنتخب واللي كيوالو هذي قامك اشمنها احنا تفهم باللي كان كائن خالل كان كائن فيه بالك مشكل في التنظيم والكيما قال كوتش ربما اا كان هذك الوباء الوباء هذاك امر كثيرة كان أمر كثيرة يعني احنا مانا قدروش مانا ما عادناش المعطايات اللازمة مانا نقدروش نحكموا عليها ولكن احنا كنا متفاجئين كي خرجنا من الطور الاول يعني حتى يعني لما كناش ملاح مشي تعني نخرجو من الدور الاول هذي كي خرجنا من الدور الاول يعني كان فيه مشاكل يعني بعيدة على كولات الصغ aiming حلما نعرفوش خلنا ما عادناش ولكن ماشي هذه الصورة على اللاعبين اتواعنا مستحيل مستحيل واحد يجي قنعني بلي يقول لي هذا هو المستوى التالي مستحيل تعني عندك اربعة ثلاثين عبادة يشعر مقابلة ما اخسر ومبادل تكثير ياليون ما تخدش تربحها ومبادل تخسر معها مستحيل ثم احنا لابلنا بلي هذك اكسيدون دي باركور يعني تسرى هذي امور عادية جدا ولكن احنا ينسيناها احنا ما يشحن نشدها في قلبنا عادنا احنا يكاليفيكا سنتاع كوب ديمونت هي اهم في الوقت الذي يرانا فيه وان شاء الله هو اهلنا هذه كوب ضفريك ننسوها قنح ننفاصي وها قاملة مموار ثم احنا عاود نقول له احنا نغلق القوس هذا عاود نقول له عن المقابلة الكاميرون اعتقد ان الكوتش جمل بالماضي كان عنده الوقت الكافي الوقت الكافي يعني لتحضير هذه المباراة يعني عاود شافقاء المقابلات يكون ايضا طالع على المقابلات الكاميرون يشوف طريقة لها بتاحهم نقاط القوة ونقاط الضعف يعني اعتقد انه في المؤتمر الصحفي الناس قاعدوا مبازيين ونقاط الضعف ونقاط الضعف يعني اعتقد انه في كوتش جمل بالماضي كان يتبالي متفائل يعني قصر شوية قدر تحك شوية مع الجوناليست يعني هذا تخليك تفهم باللي رو مرتاح و رو يعني عنده ثيقة في نفسه عنده ثيقة في اللعبين انتاعه ونشاء الله بربي يعني دين نتيجة عن هذه القراءة ليشتهم بوحنا الكاميرون على بنا بالي سوف تكون مقابلة جد 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 صعبة خاصة ان الكاميرون يعني شوف عندهم اه بروبلام ايضا عندهم المدرب بتاعهم طردوه بورتغال على ما اعتقد بالرغم انه جاب لهم يعني نتائج لا بأس بها يعني اللعبه كوات قادمة جميلة برما ذلك طردوه واعتقد ان ايطو يعني انديركتيمو حبي يجيب زاميل تاعه سابق صنغ باش حكذاك تكون عنده يعني الصوت تاعوي يلحق يعني يقدر يتصرف كما يحبي يعني في المنتخب تاعه يعني صنغ ما عندهش يعني تجربة كبيرة كمدرب اما ما لا اعتقد انه حكم يعني منتخب من قبل فبالتالي هذه تقدر تكون نقطة يعني يقدروا اللعب عليها يعني فارق كي ميكوش عنده مدرب وخادم معه بزاف فبالتالي تسما يدير تقيقة كبيرة في اللاعبين تاعه وهل سيكونون في المستوى هذه يعني عامة استفاءة هذه هذا هو السؤال ماش تقول انت يا صنغة حي وجد الفارق في ضرف بعض اسابيع لا اعتقد ذلك ثم هنا يولد يبو نتيجة سيك اللاعبين يحني ديروا القلب واللاعبين محبين يعني ينسوا الجمهورتهم يعني كان عندهم هذه الخيبة الامل اللي لم يجبوا لهمش كبيرة في بلادهم لذلك ربما حين يمدوا يعني كاشا كان في قلبهم فبالتالي بون الكاميرون حنا نعرفوها يعني سابق لها في الفين وعشرة وانت كاليفيات وكان ما كاش عندهم مدرب ولو كان نجي نشوفو يعني على الورقة في الإحصائيات نشوفو باللي المنتخب الكاميروني رو عظمة المنتخب الكاميروني كان نجمعوا ما بين يعني ضوارت تاع كأس إفريقيا اللي فازت بها وضوارت تاع كأس العام لأهلة اللي لعبت بها يعني واقع له هو من أفضل منتخبات في إفريقيا يعني دي بكل صراحة قولوها الكاميروني بدأين بزا فليك وبدافريك ورام اللعبين بزا فليك وبديموند يعني هذه ما نقدرونوش نهربو من أمر الواقع يعني حتى ولاحنا نبعد شرمة أهلناش يعني حين اللعبوا مع فريق ما هو سهل كان بعض يروضوا يقول لك ما يودي في المنتخب الكاميروني ما كاش قاع هذه غلطة هذه غلطة هذه غلطة كبيرة يعني هذه المنتخب الكاميروني ما لازمش تحقروا يقدروا يكونوا يعني يدلوا لك مفاجآت وشوفنا نقطة القوة يقدروا يسجلوا لك في أي لحظة بالتالي إن شاء الله بربي كوتش يدير الفورمسيون يدير تاكتيك يعني لو يشوف فيها يعني تلايم با لك حنا يا فالكاميروني حنا اللعبوا ديفونسيف وربما ديفونسيف با لنهدركو ممشو بير جاني التقني على بنا بل يعني كنت واحد تلعب نتايا في مقابلة كيمها دي ماصيري لا يستطيع تأخذ الكثير من الأهداف فبالتالي أعتقد كان لعبه يعني بالكادر دي ترواءة يعني بطريقة اللعب يعني الشيما تاكتيك لكي يلعب به مورينيو عدة يعني سنوات يعني منظومة يعني دفاعية شوية هذا يعني ما تخليش الفراغات للمنتخب الكاميروني خد تشوف نابلي عدم أبو باكار يقدر يسجل في أي لحظة يعني لو كان تغلق منيح يعني يزيس باس وإن شاء الله تريماني أو بنيطو يكونوا يعني في نهارهم شوفوا بكل صراحة هاد هالكاليفيكاسيو إذا كان رياض محرز وبن سماعي إذا كانوا في نهارهم إن شاء الله بربي مضمونة على بالي لو كان محرز وبالناصر عفوا بالناصر يكونوا في نهارهم وفاغوا لي ما يكونوا مبليسي إن شاء الله بربي ما كان ما خافوش قهلا لكي بتاعنا نتقاري فيه بربي إن شاء الله هذه نحن مدى بينا نديروا نتيجة يعني إيجابية في الكاميرون باش هكذا كنجوا البليد إن شاء الله اللعبوا بكل ارتياحية يوم يكونوا شعبنا ذلك السرس وذلك الضغط الكبير ونحن نبقى ونقولوها بلي عدنا ثقة في المنتخب الوطنة قلتها السابقا أنا منتخب للعب أبعو ثلاثين مباراة بدون أي هزيمة وتقول لي انت يا طحلو النيفو وماناش نظورو وكذا هديك عمك اش منها كما قلناها اكسيدون حادث سرعة هكذا بتاع كاميرون الله كبضا فريك كورونا ملحي قولوا هديك يعني بينا قوزين سرعة ننساوها ونكونسنترين إن شاء الله على هذا الماتش اللي قبلوك وعلى متفائل الخير وإن شاء الله يجيبونا يعني يفرحونا الشعب الجزائي يستهل يستهل حنا قعدنا نعصروا في المنتخب يعني استرعوا في الضرع وقفنا مع همام كي يخسر سفقنا له بالماضي يعني إن شاء الله ما تكوش عندنا خيبة آمل ونقولوا دائمًا 1 2 3 بارك الله فيكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة